دينات مشاهدين معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضل يدينا شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي أشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من أثار الأزمة على المواطنين والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياة التنافسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاثثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين تعقد اليوم اجتماعات الدورة الحادية وثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان ومن المقرر أن يرأى السام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي وصل عمان وفد مصر في الاجتماعات وتشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة توقيع عدد من الوثائق وإجراء لقاءات بين مسؤولي جانبين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين يعقد اليوم الاجتماع الأول للألية الوزرية المنبثقة عن قمة دول الجوار السودان في العاصمة الشادية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية الدول الجوار سوف يبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتدعياتها الإقليمية والدولية وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى وضع مطرحات عمليات تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة لسودان من التحرك الفعال للتواصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه أغلقت النيجر مجالها الجوية حتى إشعار آخر وقال ممثل للمجلس العسكري في بيان بثه تلفزيون الرسمي إنه تم غلق المجال الجوي لمواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا على حد قوله وكان كبار مسؤول الدفاع في دول إكواس في 30 يوليو الماضي قد اتفقوا على اتخاذ إجراء عسكري بالنيجر إذا لم يتم الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعدته إلى منصبه بحلول أمس الأحد اتفق المشاركون في اجتماع جدة حول الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاور لبناء أرضية مشتركات مع السلام وقال بيان ختمي أصدرته السعودية إن الاجتماع أكد على أهمية الاستفادة من الأرأي الإيجابية التي تم بحثها بجدة وانطلق أمس الأول في مدينة جدة بالسعودية اجتماع لمستشار الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة لبحث الصبر الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية قال الرئيس الأوكراني بلاد مارزلنيسكي إن بلاده تحقق نتائج كبيرة بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية والألمانية وأضف زلنيسكي أنه طلق تقريرا عن استخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة حيث وصفها بالقوية والفعالة للغاية وأوضح زلنيسكي أن أوكرانيا أحبطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و 178 طائرة مسيرة هجومية لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين مصرهم وفقد أكثر من خمسين أخرين بعد غرق مركب للمهاجرين قبلة السواحل التونسية يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه خفر السواحل الإيطالي إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصا قبلت جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا بعد غرق زورقين مهاجرين ومضيفا أن نحو 30 أخرين ما زالوا في عداد المفقودين لقي 14 شخصا على الأقل لمصرهم جراء أمطار غزيرة إنها مرت على إقليم جيل شمال شرق الصين وأوضح مسؤول الطوارئ أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص وأقيمت 21 منشأة إيواء مؤقت وكانت أيضا سلطات شمال شرق الصين قد رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نارسنجهوا وهو نهر رئيسي إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصاري دوكسوري ختم ومجاز التاسعة فواصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر